طبعا مع نزول العبارة والتساقها في التراب الروماني هؤلاء اللاجئين الذين ورائي قد عبروا وأغلبهم لأول مرة يدخل رومانيا لم يأتيها كسائح وإنما أتاها كلاجئ الآن هربا من أتون الحرب في أوكرانيا أغلبهم من المدن الغربية لأوكرانيا وخاصة أوداسا التي تشهد معارك الآن في ضواحيها وحتى في داخلها هؤلاء اللاجئين أساسا يتكونون من أطفال ونساء وأمهات وأيضا كبار سن ممن تسمح لهم السلطات الأوكرانية بمغادرة التراب الأوكراني لأن من أعمارهم بين 18 عاما و60 عاما ممنوعين من مغادرة أوكرانيا السلطات هنا تسعى أقصى جهدها لاحتواء واستقبال هؤلاء اللاجئين لأن المعابر هذه بدأت في الاختناق الممرات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها في الداخل الأوكراني يعني تؤدي مباشرة إلى نزوح مئات اللاجئين يدخلون إلى هذه الخيمة تستقبلهم السلطات هنا لإعطائهم كل ما يطلبون من مواد صحية من غذاء أيضا من مشروبات ساخنة تمكنهم من استعادة الطاقة والدفء داخل الأجسام كي يتمكنوا من مواصلة مسيرتهم إلى مراكز الإيواء واللجوء المؤقتة ثم إلى الإدارات النهائية حيث يتم الحديث معهم على إما البقاء هنا في رومانيا أو مغادرتها طبعا إلى إحدى الدول الأخرى للاتحاد الأوروبي الوضع إنسانيا هنا يعني صعب جدا نظرا لدرجات الحرارة المتدنية والخوف مسيطر على هؤلاء اللاجئين عند قدومهم إلى هنا لأنهم يعني لا علم لهم ولا دراية بوضعيتهم الجديدة من معبر إساتشيا تولشيا الحدود الرومانية الأوكرانية سيف الدين العامري سكاي نيوز عربية